أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من الديوان والتي أتقدم فيها أنا وطاقم برنامج الديوان والمجلس السعودية وكامل فريق قناة الحياة وباسم الشعب السعودي بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة للشعب اللبناني الحبيب في هذا المصاب الجلل وفي ضحايا انفجار ميناء بيروت يوم الثلاثاء الرابع من أغسطس 2020 ونصلي أن يمد الله يده ويشفي المجروحين والمنكسرين والمحتاجين والمشردين ويعزي ذوي الضحايا والمفقودين وأقول أن الأرض اليوم كلها لبنان وعواصم العالم كلها بيروت وصار الصوت وديع الصافي والصدى فيروز والناس صاروا كلهم لبنان اليوم ما في سعودي ولا عراقي ولا مصري ولا مغربي لكن صرنا كلنا لبنانيين المصيبة كبيرة والوطن منكوب لكن كلنا معكم ومستحيل ننساكم أو نتخلى عنكم قلوبنا ومشاعرنا ودعمنا ومحبتنا وتعضيدنا وتسجيعنا وأحاسيسنا كلها معكم ولكم وتشارككم الوجع والحزن والرجاء والأمل المصاب مصابنا والجرح جرحنا واللي قضوا ونجرحوا وتشردوا أقاربنا وأهلنا وأخواننا والله موجود ممكن الإنسان يغلط أو يهمل أو يقصر أو يكون سبب في شر ودمار مثل ما شفنا لكن الله موجود لا يهمل ولا يترك ولا ينسى ومستحيل يقصر معكم الله الآب المحب الحنان بيمشي وسطكم ويمد يده ويلمسكم لأنه يشعر فيكم ويتحنن عليكم ويقول لكم أنا معكم وحاسس فيكم لما مات لعازر أخو مريم ومرثى وراح لهم السيد المسيح وكانوا يصيحون يقول الكتاب فلما رآها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معها يبكون انزعجا بالروح واضطرب يعني حزن حزن معهم وتأثر لبكاءهم وهجايم الديد لهم ويطبطب عليهم يقول الوحي عن السيد المسيح لما شف لعازر ميت بكى يسوع بكى من الحب واللطف والحنية على ابن الإنسان كان السيد المسيح يتحنن على الجموع ويقوم المنكسرين ويعالج المجروحين وإذا كان بينهم يطلب من التلاميذ يأكلونهم من شفاقته عليه ومحبته لهم ليكون تخور قواهم وهم راجعين بدون أكل والخبر الحلو والمشجع لي ولكم يا شعب لبنان إن الله حي ومازال موجود وبيوقف معكم وأتمنى على كل إنسان حب لبنان بتاريخها وفنها وجمالها وبساطتها وإبداعها وخيرها واستمتع بشمسها وهواها وأرضها وسماها يتذكرها ويوقف معها وأبدا ما ينساها ونصلي ونصوم وندعي لها ونقول لأهله تشجعوا وتشددوا والوعد بيروت وإحنا معاكم والله يحفظكم ويرعاكم وفي أمان المسيح اشتركوا في القناة